زي ما انتم تذكريين هكينا أحد الأشياء المهمة في تطبيقات الـ 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 زي ما بتذكروا هكينا تعريف هكيان تستعمل الـ الـ مهمة هون كلمة الـ 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 زي ما حكينا لما بغير أنا من شكل لآخر ممكن بغير الفولتج ممكن بغير الفريكنسي هادي مراجعة للتعريف للـ الـ 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 التعريف لـ المهمة المختلفة للتعريفه الـ المهمة المتواصصنع راح نطلع الان على الـ AC to DC اول احد انواع راح نحكي عن الـ Rectifier والاحيانا بنسميها كمان One pulse rectifier احكي بعدين عن ففيه بتساوي واحد وحتى أبني One Pulse Rectifier ايه voltage source AC voltage source نستخدم هون الـ Diode الـ Diode is an uncontrolled rectifier انا ما مادر اتحكم فيه هو بقرر when to be on و when to be off لما يكون forward biased لما يكون ربس biased reverse biased يعني طبعا عندي هون هاي الكاثود هون الانود و لما يكون الـ الانود positive بالنسبة للكاثود بكون هذا conducting the on state forward on state لما يكون الكاثود positive بالنسبة للانود بصير هذا بصير هذا in the blocking state بصير و ما يكون موصل لو أخذناها المقلود ناخد رزيستي بلود فبالحالة هاي احنا عمالنا بنعمل ركتيفكيشن باهافة لما الدايود هذي يكون في الانود 0.7 0.7 إذا كانوا سيليكون 0.5 إذا كانوا الجرمينيوم ما فيهن يهون small voltage drop بسيحة وزا حطينا هون رسمنا الoriginal waveform هادي بيهي resource بيهي resource اللي جاي من السبلاي طبعاً ها نراسمها هون كv of t أو v v of t instantaneous والرمس فهذا هون vn of t هون رح يكون عندي v out of t عشان اميز هاي الwayform عن هاي الwayform هادي الwayform وننضغي output 14 فالoutput voltage هو نفس بس عندي هذا الجزء مش هيك هذا نطلع الان عن الoutput هذا الoutput هل هو dc لا هل هو ac لا هو مكستر و both ac and dc حتى أقدر أحاول أحصل على dc بدي أعمله filtration بدي أحاول أمرره على فلتر وأخذ الـ average value تابعوا وراح أرمز للـ average value v a b e وهاي هون v out of t v out of t عن مين بتحكي؟ v out of t بتوصف إيش؟ v out of t v out of t بس بي أنا كمان عندي v average هاي شو بتوصف الwayform بأخذه it's a function of t والرمز تبعها الحرف small ولا capital small إذن هاي شو بتوصف عن مين بتحكي؟ على الانستانتانيس بتحكي على التفاصيل هاي كلها هون والتفاصيل هاي كلها ها لكن لو أنا أخدت هاي الwayform وأخدت الـ average تبعها إيش منتج عندي؟ هون مش رقم هون مش عرمز هون average لأنو dc فالـ average لهادي الwayform هادي الـ average لهاي الwayform v average شو يساوي؟ واحد عتنين باي من zero لتنين باي v out d omega t هادي إذا حسبتها تطلع معي v peak على وبتقدر إنك تحسبها إذا عملت الحسابات تبعيتها تطلع معك v peak على هذا مش rms ماذا هذا؟ هون لا برج بالي هذا هو dc كيف ممكن أحصل على هذا الـ dc؟ بدي أعمل فلترين أتخلص من الـ ac الموجود بهذه السيجنل وأحجز بس على الـ dc الموجود فيها الـ dc الموجود فيها الـ dc الموجود فيها هو v peak على وبإمكانك تثبتها إذا عملت التكامل من هون عملت التكامل من هاي النقطة لهاي النقطة أو بعمل التكامل من هاي النقطة لهاي النقطة بضرم في اثنين وبعدين بقسم على 2π بطلع معي v peak خلي أنا أخذ على سبيل المثال لو كانت الـ where the form الأصلية لو كانت هادي 220 volts تيش بدي أخرج؟ وهذه السؤال شو اللي أنا طالبه؟ أنا هون جبت 220 220 volts إيش هدا 220 volts؟ RMS 100 بالمئة تمام إذا هدا RMS الـ voltage اللي بديت فيه هون عملت له ها في الـ في البساطة حطيت عليه الـ output voltage اللي طلع بيشبه الـ input voltage اللي طلع مس لمدة 180 درجة هون 0 طبعا فإحنا لو بنا نرسومها بشكل صحيح هذي لازم أنا أرسوم هون خط أسود مستمر وهذا خط أسود مستمر فهو الـ waveform هي هاي 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 هلا هون ميش نسأل السؤال هادا عندي 220 أتيش بديك تابعه؟ 21-11 ممتاز إذا هادا هون الـ waveform هاي الموجودة هون الـ RMS تابعها V RMS تابعها بساوي 220 volts معناها V peak تابعتها بتساوي 220 volts شو الحال كان العلاقة بالـ AC signal ما بين الـ RMS والـ peak بجدر التنين فهاي بتكون جوبة بجدر التنين حط يضرب 220 في 1.41 311 311 ممتاز إذا هاي نقطة 311 هاي نقطة 311 لما عملت له وين صار عندي 311 حط أطلع الـ average تابع هذا الـ DC اللي طالع عندي هون لأي فورملة بجدر لها فهاي عندي صارت هون هلا V لما أقول الـ average عن أي وين فورمة عم بحكي دائماً تبع الـ AC 0 إذا هادا أكيد نعم بحكي عم الـ output DC تبع الـ rectifier اللي هو راح يصير 311 على 3.14 3.14 إذا هاي الـ signal كأنها مكونة من جوزء DC هذا اللي هو هدفي أحصل عليه DC وفي جوزء AC راح أتخلص منه بالفلتين فهاي الـ average تبع هذي الـ waveform هو 9-90 تمام؟ واضح هاي النقطة هذا منسميه One Pulse Rectifier هلا راح نشوف ليش منسميه One Pulse Rectifier